بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونقف معكم اليوم مع كنز آخر من كنوز رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الإرث العظيم الذي خلفه لنا عليه أفضل الصلاة وإسك التسليم ما إن تمسكنا به نجونا وإن تركناه هلكنا والعياذ بالياه ما من إنسان في الحياة الدنيا إلا ويقع في الخطأ وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأون وخير الخطأين التوابون ولكن الإنسان إذا أخطأ فعليه أن يتوب وإذا تاب عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى بمعنى أن يطلب المغفرة من الله عز وجل اليوم نقف مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا صيغة من صيغ الاستغفار إذا استغفرنا بها الله سبحانه وتعالى فإنه يغفر لنا بإذنه عز وجل ألا وهو ما سماه العلماء سيد الاستغفار يروي هذا الحديث شداد ابن أوس الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شرج ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قالها موقنا بها مصبحا ومات على ذلك دخل الجنة بإذنه سبحانه وتعالى ومن قالها ممسيا فموقنا بها قلبه فمات دخل الجنة بإذنه سبحانه عز وجل فهذا حديث عظيم إنقلب أو ينطلق فيه قلب الإنسان يلهج بطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى معترفا بعظمة الله عز وجل وقدرته ومعترفا أيضا بضعفه وهوانه وقلة حيلته ويطلب المغفرة من الله تعالى الذي لا يغفر الذنوب سواه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت اعتراف بربوبية الله عز وجل وبتوحيده سبحانه وتعالى في الألوهية وأنه لا خالق إلا الله عز وجل ولا رازق إلا إياه سبحانه وتعالى والتوحيد هو أصل الإيمان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله جميعا من أجل أن يقول الناس لا إله إلا الله اعتراف بألوهية وربوبية الله عز وجل فلا شريك له في الملك أو الخلق أو الرزق أو غير ذلك مما كان يفعله الناس من أن يدعو من هم دون الله سبحانه وتعالى وأن يعتقدوا أنه هو سبحانه عز وجل المحي والمبيت أنه هو الضار والنافع سبحانه عز وجل فلا يلجؤون إلا إليه سبحانه وتعالى اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك اعتراف من هذا الإنسان أيضا أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى وأن العبادة لا تكون إلا له سبحانه عز وجل خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أنا يا رب على العهد والوعد الذي أخذته على أبل البشرية جمعاء آدم عليه السلام حينما خلق الله سبحانه وتعالى آدم أخذ عليه العهد والميثاق ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وأخذ من ذريته أو من ظهره ذريته وأشهده على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى فالخالق هو الله عز وجل والمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى ولا معبود سواه عز وجل ولكن هذا الإنسان قد تطرأ عليه حالات من الضعف وحالات قد يغفل فيها عن عبادة الله عز وجل فهو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر هذا الزلل وهذه الخطيئة وهذا النسيان والغفل من هذا الإنسان وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت بمعنى أن الإنسان لا يمكنه أن لا يعبد الله عز وجل إلا إن كان ذلك عن غفلة إن كان ذلك عن خطأ ولا يتعمد الخطيئة والعياذ بالله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي أعترف بكل النعم التي أنعمت بها علي يا رب العالمين أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أعترف بذنبي الذي أذنبته فأنا آتيك صاغرا لا متجبرا متكبرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فطلب المغفرة من الله عز وجل لأنه لا غفرا للذنوب إلا إياه سبحانه وتعالى هو الذي يسجل علينا خطايانا ونسأل الله تعالى العفو والعافية والذي يقول هذا الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موقنا به قلبه كل فقرة من الفقرات في هذا الحديث إلا وعلى المؤمن أن يتأملها وأن يأخذ منها الدرسة والعبرة ويتوجه إلى الله عز وجل مخلصا بها قلبه منكسرا بين ذي ربه سبحانه وتعالى فيغفر زلاته ويتجاوز عن سيئاته وهو الذي يغفر الذنوب وهو الذي يتو على العباد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا أن يكفر عن سيئاتنا أن يتوفنا مع الأبرار إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة